بسم الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أحبتي في الله السلام عليكم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا أرحمة الرحيمين يا رب العالمين أخوتي وخوتتي ولادي وبناتي اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم بغيتنا في هذا الفيديو هذا بغيتنا نشارككم ولا نتقسم معكم لوحد الموضوع اللي أنا كان عاني به وراني نعاني به مؤخرا ولكن مع العلم أنني كان عاني به هدي السنين طويلة والحمد لله الحمد لله على كل شيء هاد المعاناة ديالي مع الوسواس ولا الفزع ولا الخوف من الموت لفو بي يعني موشا غدي نقول لكم هاد هاد الموضوع هادا ما غدي يحس بي غير اللي يكون عايش ومع العلم كان نقول يا ربي ما تبتليش بي حتاش يمسلم لأنه صعيب صعيب بزاف ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا كما قلت لكم هاد الموضوع هادا الحمد لله الحمد لله على كل شيء كان عاني به هدي مدة طويلة وسنين طويلة إلا بغنا نقول لها أكتر حتى من من عشرين عام هاكتا ولله الحمد العائلة ديالي الحمد لله كاملين عارفين على أنه عندي هاد المشكلة وبغيت نتقسمه معكم لأنه انت ومر عائلتي التانية وعائلتي الكبيرة اللي كان اعتز بالوجود ديالها في الحياة ديالي من بين الأشياء اللي خلتني نفتح القناة هو هاد المعرض اللي بغنا نقوله لأنه ولادي يملك نوشان دايما كان نقولها لكم كان نقول لكم ولادي قالوا لي فتحي قناة على أساس أنني نتعرف على ناس وحدين أخرين ونشغل بحويج وحدين أخرين باش ما نبقاش دايما نفكر في هاد الموضوع هادا ولكن مع ذلك صدقوني يعني كان دير المستحيل الحمد لله عندي حويج وحدين أخرين كان ديرهم زيادة على القناة ولكن مع ذلك مليك يسيطر عليها هاد الحالة صافي كان نقول هدي هي النهاية ولا حول ولا قوت إلا بالله والحمد لله الحمد لله على كل شيء كما قلت لكم أنا هاد الحالة هاديرا عندي هدي السنين أول مرة يعني نتعرف عليها ونحس بها ربما كانت قبل منزوج الله وأعلم ولكن فوقش دارتني بزاف يعني كان ولدي صغير يا ولدي الكبير يا الله عنده وحد الخمس سنين ولا هكا ولا ست سنين فش بدتني الحالة كانت بنت الجيران دارت لها سيست في الثلاثينات هكا كان عمرها ثلاثين عام خمسة وثلاثين عام دارت لها سيست ماتت هكدا يعني الدم والأمانة أمانته أنا تمت درت عليها يعني بحل تصدمت ولا وصافي بقت نقول تعنا غادي نموت تعنا غادي لدرجة أنني بقت نخاف نسد الباب عليها في الدار والدي من اللي يمشي يقرأ ولا شي حاجة ولا ولولدي كان معايا في الدار نقول ولا مت هو غادي بقاه صغير ويدير شي حاجة يعني بحل الرعب بمعنى الكلمة لدرجة أنه راجلي ديك الوقيته كان عنده واحد سيميناء في إفران وكنت فرحانة ومتحمسة باش نمشي لإفران ولكن ديك الوقيته وجدتني مع دك ديك الحالة صافي ما بقيتش بغي نمشي ما بقيتش وداني بالزز وانا خايفة نمشي نموت في الطريق ولا نموت في إفران يعني كانت الهاجس دي الموت معايا في أي في أي وقت المهم جت واحد الفترة صافي ما بقيتش نحس بديك الحالة هاديك من بعد وغادي نقول لكم باش باش تشافيت والحمد لله في ديك الوقيته في ديك الوقيته باش دازتني ديك الحالة جت في في الفين وحداش في البداية في الفين وحداش في شهر واحد كانت توفات الوليدة ديالي الله يرحمها عوداكين هكذا واقفة يعني ما شاكي لا بطنسيون ولا بلا بسكر ولا حتى بشي حاجة صحيحة ومشادرت العمرة ديالها في رمضان جات جابت مينا نجيت من تماما دمو الأمانة أمنتو في سيمانتها دمو الأمانة أمنتو عوداكين مرهب حال لي جتني الحالة وجتني الحالة أكتر بكاتير من ديك الحالة اللولى علاش لأن الوليدة ديالي كانت صاحبتي وكانت يعني وجارتي وهدي وادي بحكم أنها كانت قريبة تسكن لي قريبة كنا نخرجوا جميع مشي والمساجد مشي والسوق نسافر نسافر كنت نسافر معها الحمد لله المهم اللي توفات بقيت ذاك شي كان نعوضوا بالليل يعني ذاك شي اللي ما كنتش نديروا بها بالنهار بقيت كان نشوفها بالليل نبات معها في الأحلام وكان نشوف كوابس وكوش هادوك الكوابس اللي كنت نشوفهم بقوي أطروا عليها علاش لأنني غادي نموت هكذا جتني علاش لأن قبل ما توفى الوليدة الله يرحمها كنتشفت الوليد الله يرحمه مقودها ودعيها تم صافي أنا من اللي بقيت نبات مع الوليدة بقيت كان نقول صافي هتا أنا كم ما شفت الوليدة رادها الوليد الله يرحمهم بجوج وماتت يعني هتا أنا مادم راني نمشي معها وكل شي يعني هتا أنا غادي نموت جتني الحالة يعني أصعب من اللولة صافي بقيت هملت داري هملت راجلي هملت ولداتي هملت واشتا بقيت غير عطيها الصلاة والعبادة والقرآن والوضوء المهم هو الأذكار وكان سنة الموت بهذا المعنى كان سنة الموت حتى إلا مشيت باش نطيب شي حاجة لوليداتي هاكده ويعني اتدقت فيهم الله هاكده ومشيت نطيب شي حاجة في السعو نولي الله شامبر ديالين وولي البيتي على أساس باش نقرأ قرآن وباش نصلي واش هادي هي يالا جبت واحد المدة طويلة مشيت عن تجارتي لا يجزيها بخير واحد الفرماسية أنا عندنا أربية ديرها النارحمة في هاد الحي هذا الله يجزيها بخير المهم طلبت منها وقدت لها ودي أعطيني شي حاجة باش نبقى نعس يعني الليل كان بات هاكده في الكوابيس وكان بات وكان مضم في زوعة يعني بغيت نحماقي لا بهذا المعنى هذا كنت غادي نحماق قلت له ودي واش عادي نقول لك ما نقدرش نعطيك شي حاجة علش ما تمشيش انتي رخصك جلاسات وعطاتني اسمية دي لواحد طبيبة عندنا هنا في وجدة قدير جلاسات يعني بلا دوا بلا ولو ما تعطيكش الدوا يعني غيل جلاسات هاديك هي ديك الطبيبة قتلي قتلي ديجا راجتك هاد الحالة من قبل قتلي ما نضرنش هادي المرة اللولى وبقد تجبد معي الديك رياد ديالي قتلي هاوا راها واحد البنت جارتناها كيفاشا كيف قتلي وكتي حملتي ممورها قتلي هاوا وصيف ري انا يا حملت كانت غي ديك واحد ربع شهور ولا تلت شهور ممور الوافد ديال ديك جار الله يرحمها حملت هاديك هي بلاحمل بجدستني ديك ديك الحالة في الواليدة الله يرحمها اللى تبعت مع ديك طبيبة جلاسات وجبت معها مدة عودة كين شوية شوية مشيت بقاول الناس يقولوا لودي والعائلة وكل شي وقاوا يقولوا لي بما انها قضيت يعني كوابيس واحلام وهدي وهدي لش ما تديريش الرقية وحقا مشي درت الرقية الحمد لله الحمد لله اخفافت عليا شوية ويعني بقيت يعني زي ما نهار بالنهار بقيت نحس بالتحسن والحمد لله بحلي نقصني دك شي ولكن يعني الضرك كل مرة يعني كنقول الحمد لله لنعمة النس يعني كتجيني واحد الفترة كنعيش في الرعب يمليك نشوف انا هاد الحالة ديالي ما عارتش واش اللي عايش بالفازع ولا وسواس ديال الموت ما عارتش واش كيشوفها من خلال الاحلام والكوابيس انا ترك دوك الاحلام والكوابيس هم اللي كي اطروا عليا ودائما من اللي كنشوف يعني هاكده الموتى يعني الواليد ولا الواليدة ولا شي واحد من العائلة ميت من عائلتي ولا من عائلتي الزوج ديالي هاديك هم اللي كي اطروا لي وكنقول صافي غادي نموت ونبقا ذاك الحلم ولا ذاك الكابوس كان بقا نفسروا على طريقتي انا يا راني غادي نموت وهوش غادي يوقع وهوش غادي يوقع يعني ما نكدبش عليكم عائشة في الرعب وما كدوزني الحالة يعني الحمد لله الحمد لله على نعمة النس يعني ما كدوزني الحالة حتى واش غادي نقول لكم حتى بعض المرات صافي كان عياه لانك نشوف بالله يعني حياتي هاكده مشات زيما الحمد لله رجلي كي يقول هذا ابتلاء وربما كي زيما كل واحد والابتلاء دياله وهدي وهدي ولكن انا كنشوف راسي لانني انسانة كي ما قلت لكم انا انسانة والانسان را انسان ضعيف مهما يكون مهما يكون الامان ديالك قوي ولا را كدجعلك وحد اللحظات بحال هاكده كدعياي حقا كدقولي هذا ابتلاء من عدد الله واذا احب الله وعبدا يبتالاه وامتي لأكي يكون في الصحة ولا في المال ولا في الاولاد ولا انا الحمد لله ربي امتاليني في صحتي ولكن مع ذلك استغفر الله كي ما قلت لكم زيما مع ذلك انا بعض المرات كي الاخر كان نضعف 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 مزاف وكي تسيطر علي الحالة الوحد درجة اللي ما عرفتش والله بغت قولي هذا زعمال اليوم اسمحولي الى الى تكلمت معكم في هذا الموضوع اسمحولي الى زعجتكم ولكن والله الا بغت هاكده تعطيوني نصائح تعطيوني يعني الاخر الطيب صافي ما بغتش نمشي الصراحة يعني اليوم اللي كتجيني الحالة ديالي بحال عكدا كان قلص في داري كان قندير رقيا كان توجه الله والحمد لله الحمد لله كان توجه الله وكان دير رقيا ديالي وكان قندكر النهار كامل وكان حاول ما امكانني يعني واخو كتطر علي بزف بزف ودك شي كايبالي الى بغنا نقوله على وجهي والمعاملة ديالي مع ولادي ولكن واخو هكك زع ما كان احمد لله ونشكره على النعم اللي عاطيني عبدكي نعاطيني لنعم الحمد لله الحمد لله اسمحولي لك اكترت عليكم فضل والله يلاغي ما بغتش نطول في الفيديو ما عندي ما عندي ما نعاود والحمد لله الحمد لله لكل شيء اه واش عادي نقول لكم الله يجزيكم بخير والله يجعلوا في ميزا حسناتكم والله انا اللي حكيت لكم هكذا يعني بغيتكم نستفد منكم وتستفدوا مني بحال لي رح عايش نفس الحالة ديالي بش ما يعرفش على ما يحسش على انه راغي بوحده وانا عاودكين بغيت نحس على انه كايني الناس اللي عايشين بحالي حقا شح المرة كانت لقى هكذا شي يعني هكذا شي فيديو ولا شي حاجة ولا شي وحدة كتعود لي يعني على الحالة بحال الحالة ديالي ولكن واخوها هككت وش عادي نقول لكم اللهم رب الناس اذهب البأس اشفاء التشافي لا شفاء لا شفاء شفاء الله يغادر سقاما واللهم يا رب اجعل معاناتي ومعانات احبابي في ميزان حسناتنا ان شاء الله يا رب واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته